دردشة المساء إذن كما قلت في بداية الحلقة دردشة المساء غد يكون معنا فيها أو معانا فيها إن شاء الله الشاب الطاموح الذي يشق طريقه نحو الأفضل في عالم الإخراج السينمائي نبيل الحمري لجنة من كتالونيا مرحباً سي نبيل مرحباً سي حسين وشرف لي أنني نكون معك اليوم في البلاتو وفي قناة شادا تيفي الفضائية العفو الشرف لنا أخي نبيل والشباب المغانب الطموحين جميل جداً جميل جداً إحنا دائماً نشجع هذا البرنامج معروف لي تشجع الشباب طموح لدير واحد خريطة الطريق في حياته وغادي فيها في مكان في أي مجال فني الرياضي سياسي فكري إلى غير ذلك أنتما يعني طرصيتوا ودرتوا خريطة الطريق ديالكم اللي غاديتم شوفها في عالم الإخراج السينمائي غادي نجيوا تبارك الله صورتي فيلم مع نجوم كبار هناك في كتالونيا اسمته الإمبراطور يكفي أننا نقول لك را صورتي مع السي عزيز داداس يكفي أرجعوا نتكلموا عن الإمبراطور والفيلم والفكرة دياله كيفاش جاء إلى آخيري خلينا ولكن خليني بعد نبيل الحمري بدايتك في عالم الإخراج كيفاش بدأت للي عارف بديتي بشوية بشوية بديتي كاميرامان ونت غادي مساعد مخرج وقت حكي للينا عن المشوار وش المشوار بدأ في المغرب وانتقل إلى كتالونيا أو ما بديتي تمشي تلكتالونيا البداية اللونانية ديالي كنت في المغرب كانت منذ تقريبا كان شغف سينما منذ الصغر يعني وبتلقى أننا عندنا مثلا فتانجا في واحد الوقت ما كانش لماهة ديال السينما ولا يعني مخرجي المحدود على رأس الأصابق ولكن فاشك تصور في المغرب رك عارف شنو كين بقيت إلى واحد لماذا توصلت لنقدرنا نقول لك وصلت في السنك ياماني ديال ديال دراسة ديالي وتحت لفرصة أنني نتعرف لواحد المخرج الله يرحمه أحمد قاسم اللي هو مخرج سينماي أحمد المغرب قلت له أنا كان عندي شغف ديال السينما قلت له بغي ندير شي حاجة في السينما قل لي شينك يعج بك السينما قلت له أنا السينما بصفاء عام ما تجيبني كلها قل لي أنا غادي نزربك فيهم كمين شوفك فينا غادي تعطي يا الله قل لي حيس ما قدرش نفرد عليك أنا شي حاجة اللي هذا أحمد قاسم أحمد قاسم أخذي ناها قل لي نشوفك فاش غادي تفوت ضفرسك نتفت سينما ما كان منش منوى العمل اللي غادي يناسبك واخا أنت طرحت علي هير الشغف أنك تتحب السينما ما عندك تكوين ما خريج ما حد ما تحاجب ما تحاجب وقبل وقبل يا الله قل لي بالحق لنا بالشرط سنين نشوفك ليش كتميل واش تصوير واش الصوت واش المونتاج واش اللي إخراج واش هذا جربني جميع المراحل وكل مرة كنمشي ونرجع وعطاني تيساء الخاطر يا الله شي باش تلقى واحد المخرج يعطيك وقت صح وفي واحد لوقيتها لما كيعرفش أصلا أمن بيك أمن بالشاب أمن بي بتاعقة خصة النصطاجر في هذا العالم هذاك قل لي لش إن السبب اللي تجأت لي قل لي السبب اللي تجأت لي هو أنا في طانجا في هذه اللوقت ما كانوش معاهد ولا مدارس دي السينما وباش أنك تخرج تقرأ خارج المدينة دي لك تكون واحد شوية صعيبة أنا في الشمال شوية صعيبة بس أنا لك تقرأ في أنا في كازا ولا في الرباط أو العادة يعني كيكون والدك شوية خوفاني عليك وذي الأخير قلت لنا قلت لك قلت لك لأسنين مندرسة دي السين وأنا ما كيش قل لي طبعا أنا ما كيش قلت لك قلت لك أفتش هذه الفرصة بأي طريق قل لي أنا في الدر ما يخلني سنمشي نقرأ في شي مدينة مغير طانجا نعم ديت المرحلة الأولانية قلت لك أسبوع قل لي رجع عندي رجعت لهم هذه المرحلة الأولانية شنو كنت المرحلة الأولانية كان مرحلة التعارف يعني عرفته تعرفت عليه تعرف عليا وكنت فرحة بزا في ذيك المواريفة لأنني أعطاك وقت يعني صح 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 صحيب باش تلقى في ذيك الوقت هذي شي واحد يعطيك وقت صح صح ديت معي قال لي تقدر ترجع عندي لتنين قلت له ها نرجع وكان سترنا ذيك الاثنين فقط يجي بفارغ الصبر مشيت هذيك الاثنين قال لي موهم نعملوا التست الأول التست الأول هو أنني قل لي أبدو تصور أبدو أعطاني كاميرا وقل لي صور اللي بلك في المحل اللي بلك في البيرو صور أبش يشوفني واش نقدر نطيف تصور أبعد أعطاني شي مشاهد قال لي يدير لهم الإخراج شيف نار واحد طبعا كل مرة يعطيني حاجة حتاجة في الأخر قال لي هتختار شوف قال لي الحاجة الوحيدة اللي هتقدر تدير هي تدير صور ومن بعد هتقدر تدير الإخراج لقاك عندك إبداع في تصوار تميل إلى تصوار وعند الإبداع في صور قال لي أنت كادرور بهذا المصطلح قال لي كاميرا أعرف كتاب لي كنت صور في حال دوس واحد امتحار وليس سهل هذا امتحار نوع من الكاسين صعب كنت خوفا واحد درجة أنني كنت يمكن أن رفقد الآمل في المجل ناها فمهانك وليس تعرف ولا تدير شي حاجة فراؤ سوف تحبط ما سوف نفكر في الضومين ما تقول مخرج ودير مع عزيز داداس فيلم نحن نحن نجح نجح في هذا الاختيبر دوس الامتحار الثاني ودي الكتابة كتابة ضعيف فيها نقدر نعطي أفكار ولكن لا سيناريو ليس الحرفة لي يعني نقدر نكتب شي ما ما نخرج الوجود يعني يعني كل واحد عنده المجال ديال يعني ما نقدر نطف على حاجة ما ترمي المجال جميل هذي أهم حاجة تلقوا مخرجين تدير الإخراج وتكتب القصة وتدير لها السيناريو والبطولة والمونتاج والبطولة يكون صحيح أنا ما نكتب لك حسين أنا مع عمري سأصل أنا ندير المونتاج ولا سأل بطولة في الفيلم ولا ممثل في الفيلم ولا سأل سأل حاجة وحدة إخراج نكمل ونجي ونشوف الثاني أشيء أخرى نكمل من بعد من بعد دائما مع خاص مرحمن ومن يكون عنده شيء بروجيت ديال وخدم فيه ديال نخدم دوز يام كاميرا دوز يام كاميرا يعني كاميرا مالي ومدر تصوير بروفيسيونال والثاني ديال ونكون أنا مساعد ديال ونخدم دوز يام كاميرا يشتاشي حد وحتى في هذا الوقت ما تلقاش بعض الفرص صعيبة قليلة 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 عبدالنسك يعني دخلني في بروجيت دخلني في بروجيت ديال وإي برنامج سيصوره أو أي فيلم أو أي بروجيت أو أي روبرتاج ما كيأول شيء يخاف عنك أنني ندرله شيء مشكلة في تصوير الخدمة ولا شيء حاجة وليه وفيها بحادة امتيحان وفي حد الوقت خدمة تقتنع بالتصوير ريالي صعي بعد يسررني بوحدة خدمة التي يكون لديك بروجيت قليل يتكلف في تابلي روبرتاج لا تكلف وليه بعد قلني نشوف راسي كان تخلص من وردك شيء وليه قلني ويخللها عندك أول خلصة شديت في هذا المجال أول خلصة كانت بالنسبة لي شيء كبير وهي 500 درهم 500 درهم في كل وقت بالنسبة لي رعب حيلا 10.000 درهم في يدي أول خلصة أول خلصة في الميدان للتصوير يعني الكاريير ديالك 10.000 ريال ريال وكنت ساعد جدا باش ماشي بالفلوس أنا وصرت لديك شيء أن قدرت نقناع واحد لمخرج صح 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 فتح لك واحد فرصة ريال يعني إذا ربحت ناس وربحت حرفة ركثر من أن تربح الفلوس حيث تفلوس مجرد عملة صح تم مكنت انطلاق لي حتى تعرضت على ناس في المركز السينمائي تعرفت للمخرجين كبار وكانت عمل العلاقات في الفيستيفال وكانت حضر في واحد الوقت وكان غير مفت يعني يعني تولدت أنني مسجل في المركز السينمائي وتعرفت للمخرجين وخدمت قبل حاليا خدمت رابورتاج مع قناوات خارج المغرب وداخل المغرب وخدمت شركة لإنتاج بوات البروديكسيون كينا كانت في ترجاء وخدمت عوما الأعمال اللي شتيدة بحاليا وخدمت لفيديو كليف مع فلنانا قدرت علاقات مزيان وهذا شيء كامل في مجال تصور أول فيلم اللي اللي غادي يجي من إخراج هو من بعد ما غادرت الوطن اللي العيش في برسلونا والإمبراطور غادي نجيون تكلموا عني هل غادي نجيون تكلموا عن الإمبراطور اللي تشوفوا الآن المشاهدي الكرام على الشاشة بغيت نسولك إلا قوية جدا على الساحل الفنية المغربية المييزهرية قصة الناس أحلام صغيرة قبل العاصفة تمضون قاعة al-mغربة تعرفو هاد الأعمال الفنية كله وشكل شي تعرف الميزهرية فيلم الميزهرية كنشي تعرف قبل العاصفة كنشي تعرف قصة الناس أحلام الصغيرة شنو ذورك كان هنا في هاد الأفلام كامل كلها كنتي كاميرامن أو فيها من كنتي مساعد مخريج إحنا كنت فيها كاميرامن كلها حياة أميرة آخر صورة تهيان سيتا جوج دي الأعمال لأنه اقترحت على المخرج يغير بعد المشاهد وعطيته قليقنا عني بشي نغيرهم حتى اضطرت ما أني رجعت قليق أدل معي مساعد مخرج في الفجر آخر صورة وحياة الأميرة كان عندي بعد تدخل فيهم قول لنا شنو بحال ده بقى آخر صورة مثلا آخر صورة كان واحد الكادر من إخراج فيصل الحليمي كان فيها واحد الكادر الذي يجاء تعاود جوج مرات والمخرج يمر المحلي في عملاق نسابعة لمشاهد وقضى آخر المقطع قالوا أنا لم تقتنع 竟 share لأني أت丈اني لأني لم تقتنع فno share لأن رأينا نعاود المشاهدي كان أبلغ ك أنشوف القادر ون شوف المونتاج وciu وشوف الإخرج وaeda أ 뭔가 عمل اللي غيرت بدعم فيه أنتا كمخرج أنا كاميرامان واضطرنا أنه تزيد جوج مشاهدي آخرين يكشيف المنتج وما هو أنه نعمل لك كلمك رغم أنه هو المخرج نعم نعمل لك مخرج لماذا؟ لأنه أول شيء قبل أن أخدمه أنه هو صحبي صديقي وكل ما أريد أن تتعلم عن راسك أو أن تتعلم للناس وشيء واحد يتقبل منك ولكن يقول لك شرح لي لماذا؟ قناع عني قناع عني ونفعل ما أريد وفي هذا الفيلم آخر صورة وليتي مساعد مخرج فيه أخو سميته وأحلام صغيرة؟ أحلام صغيرة كذلك عاو ثاني لأن أحلام صغيرة كانت تصويره شوية صعيب لأنها تعمل تراكينج تراكينج كانت تخدم مع واحد المراعية وطابليت طابليت ومرعية ومفسحتك ومخصك شبان بتاكا كاميرامان ومخصش بل صورة ديالتابليت في المراعية وراء الصعيب بسخدم تراكينج بسخدم تراكينج بلا جرين سكرين هو أنك صدمنا الفيديو وكتقطع لك مراعية بحل ما كنش مرايب يخدم مراعية أخرى يعني فيش مشاهد صعيبة وشنو هنا الاقتراح والتعليل الاقتراح أن كيفاش غادين خدموا هاد اللي بلون صعيبة هناك نفكروا فيها مزياء عاودتوا نفس المشاهد قلبنا بعد المشاهد اللي كانوا اللي كانوا للعكس صورناهم بالمقلب اللي صورنا مشاهد بالمقلب عاودتوا تصور مثلا من الناول هذه قد تصور بالمقلب وكتعاوب تقلبهم في المونتاج باش يلا الله يجي ولك اختصرت بحل ما خاصرت عليه اختصر اختصر الحاجات باش باش مليت بشي المونتاج تلقى واحد الباقاج باش تلاقنت مثلا تراكينج اللي خدمت عليه هل كنت يخدم بالكروما يعني تكون ديجا دارة بحسابك إلا ما خرجت هذه قد تصدق هذه باش ما تحصاش في المونتاج لأن المونتاج هو أصعب مرحلة إلا ما كنت تصور تجي حجرة تتعاوب كل شي من جديد نعم جميل إذا هاد هاد الأفلام كل هاللي تكلمين عليها المزهرية وقصة الناس وحلام صغيرة وقبل العاصفة وآدم هاد هاد الأفلام كلها كانت هنا في المغرب من بعد انتقلتي إلى كاتالونيا تكلمت لي على الفيديو كليب ديال المهنيين هنا يا كل هم كاميرامان كل هم كاميرامان سي هادو خلمت فيهم كاميرامان في النانا كبار أسماء معروفة مع هاد الأصيل مع ردو الأصمار مع خدمنا واحد الكلب ما قيم منزلش لحد اللي كان فيه بعد توترة بين محمد فؤاد وشاب خارد واحد لقيتها قديم وكلب ديال عبير العباد ومع مع عيمة الدراج مع رايان اسماء اسماء فنية كبيرة واللي انستيتورا يسمح لي راح راقص واحد المدى نيزر ايدل دا راكمتي واحد جريبة كبيرة وخلي نقولك بأن راكمتي واحد جريبة كبيرة اللي بدت تفتح لك البيبان أكتر كاميرامان مع مغنيين كبار احنا تنسى مع الشاب خالد وغيرهم مع مغنيين كبار من بعد كاميرامان وتصوير في أفلام اللي تحولتي من الكاميرامان إلى مساعد مخريج يعني غدا الأمور تتسر وغدا في اسمية ديال نبيل الحمري غدا تتكبر في هاد العالم هادا برتي ستوب مشيتي لكاتالونيا هلاش كتي تكمل مدام الفرصة البيصات الأحمر بدتي تفرش لك هنا في المغرب شنو اللي خلا نبيل وقف هنا ومشى لكاتالونيا واش لآفق تم اوساع وكان عنده هاد الفكرة يمشي يشتغل لأنه تم ربما تكون مساعدة أكبر الفلوس تكون أكتر إلى أخري شنو اللي خلا اللي خلاني أول حاجة ننتقل أنا العيش في دولة أخرى هو أن الدومين في المغرب والله وزاف ديالناس حطيهم فيه زاف ديالناس اللي داروا ما بين المخريجين مبالي التكنيسيان ما خفتش من المنافسة لأنه لاحظت وبكل صراحة وانا عارف يتقلقوا من المخريجين ومنتجين وبعض الشركات ولو بزاف ديال بغير يخدم بعضهم ماشي كل شي لكن اللي تخدم بي ضوق كما كاشفوه في ميدان الصحافة أي واحد هزميكرو هو صحفي يا كاسي زيان هذا جبنا بش يعطينا فوجهنا ولكن كتفرق ما بين صحفي مهني صح حيث كالناس ما كتفرق ما بين مصور صحفي وصحفي وكاتب صحفي شوف غادي نقول لك أنا واحد لقضية أنا أعزز كلامك السينابيل بالله يخبر أنا أكدها في الدومين عدنا كين متطفلين على الدومين ديالنا وأساؤلنا إحنا اللي قرينا واخدينا ديبلوم أساؤلنا وعدنا ممارسة بتجريبة كبيرة وماشي غير في الصحافة كينما عندكم في الفن كينما كين في الغنى كينما كين في الإخراج كينما كين في التمثيل من ترى مو تطاول على التمثيل وخليني نقول لك كينما كين في السياسة كين الناس طاولوا على السياسة وش اللي يدخل برلمان ومعرفش أقرى سؤال هذا ماشي متطفل على الدومين مشكلة راح راح شوف أنا بزاف كينما كينما كين قل مع الأصدقاء أنا كيعجبني نغني نغني ولكن عمري ما غان كون مغني يستحيل خدمت مثلا كمسور صحفي ولكن ماشي صحفي مصور يعني كين ملاد مني ما كيفرقش ما بين مصور وصحفي كين يكسب صحفي المقال المودع ماشي بحل بحل كذلك السينيما راح تكبر وحد الحاجة اللي هتعطي فيها حيث اللي تكبرتي بزاف الحاجة شراء ما هتعطيش فيها ما تقول لك هتخربك أنا هدي نظرية ديالي ممكنش أنا نندر كل شي مستحيل إذن إذن لو قيتي بزاف دو حسب التعبيرك بينهم هي تطفلون على الدومين للإخراج السينمائي بدلتي لا ما نبقاش أهنا نمشي قلب على بلاد اللي تحتارم تحتارم فيها المخرج ومشي أي واحد غد يجي ديالإخراج أنا بعضي لو كنت بقي كنت بقي عايش هنا ما كنت نقدر لأنني نصور فيلم أهنا للأول لأنه أول حاجة ما كينش داع ما هنخدش داع بحيث أسلم باقي ما معروس في ديك الوقت هنا في الدومين يعني بيستخد دامور بيستخدم فيلم مرة بشي بساعد رخصك ترخيص بيستخد ترخيصك عن طريق شركة بيستخدم مع كل الناس اللي عندهم لكارت بروفيسيونيور تخلصوا موحدة لسالير والباريم ديالهوم ديالسيسي أم لحطة سيسي وما غد نقدرش نستطاع أن ننخلص ديك المزاري في كامله وما غد تلقاش مونتيج يغينتج لك الفيلم غيت تقفيك انتها هتدير أول مرة الإخراج يعني صعيب يعني صعيب صعيب يتقفيك يعني أول حاجة السكة عن الوقت ومونتيج صعيب صعيب وباش أنه تفرد الوجود ديالك تصرف المالك الخاص وفي ديك الوقت هنا في المغرب يقول المالك الخاص يعني ما يكونش عندك شي مال يعني الباريم ديالك شهرة مقرف محدود يعني ممكنش أنه باش تستطع أنك تصرف على الفيلم والدين يتقام عليك أقل حاجة واحد عشر لف درام أقل ماكي؟ عشرة المليون عشرة المليون مية ألف برهج يعني عادي حالي لعا نقول لك هل ما بين تدريس هاي سيوم ما بين لك هاي الناس اللي عاد تعاون معك يعني حيث أنت هذا كمتيحة من نسبالك متيحة من ثانية بتخل الإخراج هذا أهوة مشيت أنني اتطريت أنني وقفت هنا وجاتني واحد الفرصة مشيت تم اشتغل تم مع واحد الجمعية مروفة تمها وقدرت فترة ناقعة واحد مدة ديالسية السنوات باش نخدم على رأسي بد الحياتي نشوف شنو باش عادين بدا وفاش عادين نوصل وجاتني واحد الفرصة ليجات لهذه الفكرة ديال السيناريو وجات صدفة محت الصدفة مع واحد السياد خد دم آية كنا في الصباح ديالما قبل ما كمشوا الخدمة أنا انه كنشربو قيوة الإصباح عاد كمشوا الخدمة ضروري كنت لها قاوة ونشربو قيوة إصباح عادين نمشي قط له يوسف بقي ما جي؟ بقي ما قلش قط له يجدهر لك واحد السياد وادة والذي كنشوفه في صورة قط له يجدهر لك واحد السيد يلا حطأتو يضع الكر هنا في برسيلا هنا فوقي أعرف أحد قال لي ها زيد قلت له أنا حدي هنا قلت له زيتي حجام بدك أن خربك عليك قال لي هذا عد حتى طوبة تراجح أحرق هنا وقال لي بأخذ مخصوب مش غادي بدأ وغاديها فرصة هكذا بدأت القصة لو تتكلف قال لي خليني نعم فحري وقد بدأت تكلموا على فيلم الإمبراطور الإمبراطور اللي فيه عزيز داداس اللي فيه عزيز داداس عزيز داداس مش هو البطل نصف البطولة ونصف البطولة والبطل هو يوسف المشاهد أهام صحيح بدأت دينا كنكتبه تقريبا شهر دي الكتابة هو اللي كيكتب أنا كيجي يقرأ عليك أنا عاور كنقوله أكذا حيث كنقوله أنا رمغان أنا ماشي كاتب أنا أقتر عليك بعض الأفكار تقريبا شهر دي الكتابة قد تأسيب خروجنا بوحدة في نفس الوقت هو كيكتب وكان قرأوا السيناريو وأنا كنكتر الشخصيات اللي غيفة غيف لأخي أجب عزيزي دادة تخدم باكنا كنت تقول فشني عزيزي دادة في أوج العطاء ليه لو رحل الفنان رمى شي سير بسجيبه تبارك الله معه تحية لي تحية لي منطينة أخرى ممثل منطينة أخرى منطينة أخرى منطينة خلق الله متعاون ومتواضع متواضع رأنا في العياقة لنتكتبه ولد الشعب نعم وكان شكره مع هذا المنبر ومع عمري نسى المعاملة اللي تعمل معايا وباقينا أصدقاء اللي حد الآن ربحت شخص وكيفاش كيفاش جات أنك تعطي دور تاني في البطولة لعزيز داداس وكيفاش تواصلته مع داداس وكيفاش تعامل معك داداس قبل اشترته في البيت جاي عزيز داداس نرمال هذه البيت جاي اللي كنت مخوفاني بزاف غايطلب لي واحدة من خيالي ومش بعدها غايب غايق قبل يخدم مع واحد المخرجين اللي غايبدا أول فيلم ديالو وما كان يعرفني ما كان أعرفوه واجبت الرقم ديالو مخيلل واحد الولد صاحبي سوفيان كي يخدم المونتاج نحن نيز في كازا حيث كان أخدم معهم في حديد دان في قيليز قلت له بغيش تكون تكدير عزيز داداس قال لي او ما بغي تدير قلت له نصور أول كرمي تراج وليلي هالياق فاش ما بغت تخرش قبل مرحبة ما قبلش كان حت تهرمو لك الفنان يحجبني وكان حت تهرمو وقال له قلت له السيناريو وشتو من لي كان قيت تكتب السيناريو قلت له الواحد اللي جاء في دماغي هو عزيز داداس ما كيش لغي لعب دوري قلت له حسي لا جاء ما غي لعبش الدور ديالو ما غي لعبش أصلا أنا عاد الفيلم قاعد نقدر مدنر السيناريو لأنا ما غي تشي شوحي لغي بشو حتى الشخصي ما غي تشتفى بشي مثل فروفيل حتيتي صح في تحت فروفيل يا العزيز داداس هو اللي صلح لك انت في الفيلم كي بريت في دماغي اتصلت بأس يا عزيز صفالة بس بخير قل معك نابيل مبارسلونا أول جريبة في الإخراج غري ندل أول كورمتراج وقلت ندار معك فهذا الموضوع هذا اللي مرحبا على الرسولين قلتوا أنا أخوة جيت نبارسلونا مرحبا جيت أنا المغرب مرحبا قل لي مرحبا على الرسولين استرق له السيناريو قال لي الشخصية قلتوا ما نعطيك الشخصية نخطيه انت شوف رسك فين كين في السيناريو مهم يا سهلا شوف انت في قدرت تعطي في السيناريو شونا عطي لي السيناريو وقلت لي انت اختر شخصية اللي بغيتي مهم قلتوا السيناريو بعد أسبوع ساعة قللي شوف قللي أنا الدور اللي بلي هو ديكسي اللي كيقلبوا عليه البوليس بغاني وصلولو وحد الدور مشي طويل بزاف وقللي حيث ما غنقدرش أنني لعبو حد الدور اللي المشي في السين ديالي ماشي أنا ننذير ونفعل ماشي في السين ديالي مغييجيش معايا وهدي هنا باش كترف وحد الإنسان فنان بروفيسيون مفتش على البوطولة لأنني أعطي وحد الوزن وتسايق فراسه يعني ما تلقى بعد الفنان يفرد لك لا أنا أقصني نكون بطال في الفيهم ونفعل صح صح وما حدرنا هنا البيتجي أو الأخلاص ما حدرنا معاك فلوس ما حدرنا ما حدرنا ماشي حاجة لك أنا هالذور اللي غد يجي معي أنا هالذور هالذور اللي غد ندير هالذور وهو الدور تاني في البوطولة ماشي تلو تاني البوطولة تحية العزيز داداس تحية لي من هذا المنبر صح هناك تلقى أنه واحد الممثل البروفيسيون غالب الصح هو أنه ما كيف تشل الحاجة اللي غد تناسب اللي غد تجي معه مع شخصيته ماشي اللي يجي يديره أم والأكثر من ذلك دابا عزيز داداس أعطاك دفعة كبيرة جدا يعني يعني يمثل معك فيلم غد تأفيشة معك فيلم ولا غير فلافيشاش غد تديرت سورتو كما تنشوفوه ردو فعل نبي الحمد قوية رمشي رمشي سعر رمشي اسم وازين صح وكسافرتك مع منك التعامل رأس سينيين هو في سيني معاين ودون أن نقصي الأسماء الأخرى لا تكلمنا على لعب السلام القليل لا تكلمنا على خالد حودالا ما نقصي واحد من الأسماء التي شارك طبعا كنشكو بعدها جميع الإخوة اللي تعالوا ما يقع في هذا الفيلم لا يوسف المشرق اللي هو البطولة وكتابة السيناريو خالد حدة عبد السلام البقالي راجاء نيسرين أولغا يعني جميع لا الأجانب ولا المغاربة والفيلم رأى فيه بزيف لجنسيات جنسيات مختلفة في الفيلم واخا هذا الفيلم نشوقتنا لي وده تنظن بأن المغاربة المتشاهدين قد نشوفو تيزير ديالو مرحبا نشوفوه رجعو نكملو النقاج مرحبا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا مختطف مختطف والتيزر ديال الفيلم الامبراطور اللي تحكي على واحد الواقع ديال الحرق وكيفاش ممكن انه يعيش واحد الحياة اللي غادي تديل الوقت هنا ولا تديل تقدر تديل المخدرات تقدر تديل العصابات تقدر تديل المافيات لانه كما قلت يجي حارق تألف ما عارفش يقدر فيه اي حضن غادي ارتامي احت الموسيقى اللي درتي والاغاني الراب ونحن نعرف الراب وتلك الموسيقى القاسح والكلمات القاسحة اللي تتعبر على واحد المعاش واحد العيش يومي للشباب الى اخره تتكون الفاظ قوية فيها ولكن هي تهمهم الالفاظ طبيعة الحال امش نعذروا لها القول تهمهم الالفاظ ليست هي لسان القناة بطبيعة الحال قل لي وصلنا العزيز زاداس وقبل معك تسوير وعطك دفعة جميلة الى اخره وخلات نبيل الحمري اسم على مسوا الاخراج انا بغين بغين واحد النقطة مهمة ما هادرش معاك في الفلوس تماما سالي تتصوير ما هادرش معاك في الفلوس ما تتخلش قاع وقيله ما تتخلش الله قاع ايش قللك قللك سير بون كوغاش سير الله يوفقك انت لقاو في الفلطاول اه شحل شحل صور معاك شحل ديل الوقت بقمع كانت عنا النهار ديل تصور وكان عنده يومين ديل تصور قلس معايا عشر ايام اعطاك عشر ايام من وقت اما اي عشر ايام فابور فابور شلي تبغي يدفع بالشباب هذا بحد ترى انجاز ويعطيهم لأمل حد ترى لك نقولك رى انجاز رى وصفوا لانجاز عزيزة داس شابو احترام احتراماتي وتقدير هذا ما عمري نسح والله يا رلا بلش دينات القادية ماشي وبصراحة امورها فاش نزلت ان دل في ممكن تنزل التصور ديال الكواليس ديال كنت عارف على كثير ديال الفنانين وما الاصدقاء كناك نظروا من قبال وكذا ولكن ما عمري وانجاز حاولوا مغاندر شي حاجة في المجل يعني من ديجة مور اربحت ناس في الضومين وكي لي اصدقاء كثير وقدد ان كسبت تيقى ديال عند الفنانين يعني ان تقدر شي حاجة الفيلم شارك تيبي او باقي غادي شارك بي مازال عاد غادي يخرج غادي يخرج ان شاء الله مر بذلك بقي فيه شي شي حاجة في المنطق غادي شارك بيبطا هاد مستقى سينمائية دولة ونحاولو نديرو شي ان شاء الله العرض الاول يروه هن شاء الله نديرو في ميجرمانا في كازا في كازا مزيان الله يوفق ويكون حاضر إنسياتكم وبعد زوم لهذه المجال الفني ووكب ضروري الميدان الصحفي ونثمنوا هذي تكون بداية خير علينا لنشوف نشوف النادي مرورة إن شاء الله نليحش منه إن شاء الله حتى أن الموضوع مهم جدا الحرقاء وهذه الهجرة السرية وخطورتها وجميل أنكم تعالجوها عفوا وتوجه رسالة إلى الشباب بأنه عندك ربحلا أنت رك غادي مهاجر رلا يستقبلك ماشي دائما الورود رتقدر تلقى الروكا تيتسناك تاجر مخدرات مافيا إلى آخر هذي الرسالة اللي بغتي هذي الرسالة والرسالة كين بعد الشباب اللي كيجيوا مهاجرين سريين كي بغي يوصل لدغية كيشوف فلان در السيارة در الفلوس وو بغي يوصل بغي لبس مزيان بغي أرى ممكن ستوصل لدغية أرى المستحيلة هنا ولا بغي هالشيخ يمشي المخدرات ومشي العصابات اللي دايما متبوع دايما شكدينك البوليس دايما تقدر تدقها بشكل يرجعك لبلادك ولكن إلا بغيتي أنك تفتش على ذاتك وتحقق ذاتك وإلا بغي توصل شي حاجة إلا بغي ترق مستقيم بغي تبشيله وتمشي إلا بغي ترق ساكن وإقامة تحاول تشلالتك لديك الناس يساعدهم صح صح إلا كنت تنتم زيان رأى كل شي يبقى تشوفك بين الوضوح تشوفك بين غضي في الطريق السليم وعندك طموح تعاونك قل لي تعاونك في الإمبراطور لطوريزاسون هاتشي كامال بكل صراحة لا يسهل تبدأ تصور في الشوارع دايما بكل صراحة اللي وقف معاين هاتشي المنبرحة هو تم بنحية التوريزاسون هو السيم محمد الشايب السيم محمد الشايب هو رئيس جامعية ابنه بطورة في بارسلون الأكبر جامعية اللي كينا في بارسلون اللي هو أصلا دايجا برلماني في كاترونيا مغربي 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 سهلي بزاف ديال الأمورات مع السلطة على مستوى الإدارة حتى وحد الفترة أنا اضطرت أنني كوزاد نوقف الفيلم حسب الميزانية قال لي لا ما توقفش الفيلم سيخرج اللي بقى ناقص سنكمله المهم هو الفيلم يخرج اللي وجود نعم جميل حتى لما أعطيتك شهد دفعه هكذا يبقى يا الله سيخرج جميل جميل هذا هو التضامن بين المغاربة في أرض المهجر حتى هو في اللول بصراحة وحد قالها ورسلون من بعد عجق لي فاش كنا نصور واحد المشهد يا العازيز داداس جاء واحد المعنا في البلاتو وفسرنا المشهد وفسرنا البلاسا وهذا وخرجنا بشق قالوا واحد دريس أحبي اللي هو البطل في الفيلم قالوا شو قالوا بصراحة قالوا الله ما كنت تايق فيه اه أنا غمرت معه ما تايقش فيه يعني ما شفت أنا غي دير هاتش عيجي بداداس وغي وصال هاتش مستحيل مولا انك تشدلو في الساعة دي الخدمة لأن ديك المحل راك يدخل فلوس كتير مولا إسبان مولا هندي 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 رفتشني هندي باش يحطيك محل تصور فيه راما شي سهل وعطاك عطاك تعطفك تاوه ولا شنو يعني كان عرفو قطلو كمرة غنصور عنك في المحل ها كيفا شنو غندير شنو غندير قطلونا ما هنخدلكش الوقت بزاف باش تنترى المحل را عارف تبعينك المسؤولية والخدمة وعادة الاخيرة قالي نبيل المحل أوفر ديالك بدا فقش ما بغيت وسالي فقش ما بغيت ولكن انا عملت بعيد العتيبار بحسب الخدمة حاولت انا اني نبدا بكري ونسالي بكري باش انا واحد سيد تعامل معي يعطيك واحد المحل اللي ماشي سهل بستخده باش مستجم مرة اخرى يقولك تسيد راه كم انا عطيته محمد كبرت بي راه تأوى كبر بي بطاني قيمة راه سبحان الله مخسرني مكمرضي الوالدين هاداك شي ها نقولي يا داداس باش نختموه ما فقش الوقت بزاف عزيز داداس عزيز داداس واش مني مني تعامل معاك و تعاملتي معه مثلا في واحد البلو معيان في واحد معيان تقولي لا هنا عفاك بغيتك هنا اجي وقف هنا كي كانت عاملو يستجيب ولا شي واحد يقول مالا هذا متعاون جدا و كي خليك تاخد راح تكمو كيف ما بغيته جميل وهو مني كتصدر معاه قبل اكسيون كتصدر مع عزيز مور اكسيون ما كتصدر مع عزيز كتصدر مع البرسوناج اللي لاعب في الفيلم ها يعني كتشوف عزيز يتقمس يتقمس الشخصية و اللي قلت هلو كيديرها بيتنقش معك إلا في شي حاجة إلا كانت ماتلا شي حاجة يقدر اقتراحات و من اللي كتشوف اقتراحة كتشبر اقتراحات فيماكنها ام مش هزا ما اقتراحات مترفضة اقتراح را هو را مدراسة صراحة صح أنا من المعجبين بعزيز داداس في أداؤه حقيقة و لاو لا ما كنت ندير هاد الفيلم صراح إلا ما كنتش قبله هو البطول أو لا تاكن نوقفه حيث ما ألقاش واحد شخصية نوقف واحد المودة حتى تلقى واحد شخصية اللي غا تناسب جميل إذن نترقبوا الفيلم الإمبراطوري إن شاء الله و نشوفه بشغف إن شاء الله لأنه تحكي على واحد الواقع مرير جدا و خطير جدا و أزمة يعني تقدم جع كل عالم اللي هي الهجرة السرية والحرق إلى آخر وبغايت من خلاله تصلت ضوء على هذك الولية لذيك البنية اللي تزمي تتحرك على أساس إنها بغاية واحد العالم فإذا تتصدم بواقع خطير جدا تكشي لي تتصور رماشي و أم اللي تتوصل ما شو اللي تتوصل هل شو اللي بغي توصل طبيعة الحال جميل فكرة واحد تلقاش أنا جنة نعم صح ولكن لا خدمتي لو أحد تترك مستقبل ما رغا تلقاه بالتوفيق مشروع مستقبلي أخويا نابين كين مشروع مستقبلي إن شاء الله اللي ديجا بقي كي بقي في الأفكار بقي ما تنزجلش على الورق اللي هنحاول نخدمه لإميغراسيون ديال الأمهات والأطفال في خارج المغرب وعناد الهجرة ديال الأم والأطفال الأم عطفل ديالة الأم عطفل ديالة هل يكون فيلم طويل نو كور كور لأنا ما مستعدش بش نكون حاليا ندير فيلم طويل نعم وخصو البيجي وخصو الوقت خصو البيجي الله يوفق أمين وبرك الله وفيك شي رسالة للشباب رسالة للشباب اللي قلنهم أي واحدة عنه طموح في أي مجال فني أو مياني أو في شتى المجالات بغيت تتوصل عليه سوى داخل المغرب أو خارج المغرب هو أنك تخدم عليه تخدم عليه تتعرف رأسك بعد أن تشنو بغيت دير وفين بغيت توصل نعم وخدم عليه بشغل فوشد حاجة وحدا ملتش بزيب الحاجات حيث وفقك الله نبيل الحمري بارك الله وفيك وإن شاء الله نشوفه فيلم الإمبراطور قريبا إن شاء الله ومرة ثانية وثالثة شكرا لعزيز دداس رجل الممثل الإنسان والشعب كما اسمه المخرج نبيل الحمري شكرا لك دداس الناس اللي بغينا اللي يكونوا هم دفعة لمن يأتي بكل تواضع أنا تكبر خير أنا من تكبره هو إبليس فطرد من رحمة الله تكبر صعب جدا دداس صحية شكرا لك نبيل الحمل شكرا لك سيحسين وشكرا لجميع الفريق والتاقم تقني ومساء الخير المغرب على الجميع شكرا لك شكرا لك وحنا دائما سنواكب الفيلم الإمبراطور إن شاء الله ونواكب كل جديد معك نبيل الحمر شكرا للمشاهدين الكرام